السلام عليكم واهلا وسعلا بحضراتكم عندنا اكتر من حاجة مهمة في الفيديو ده وهي تفاصيل جديدة بتظهر في تشريح جثمان يحيى سنوار وحاجة تانية انه واضح ان اسرائيل حتغير في قواعد اللعبة حسب ما اتقال قبل كده في اليومين الاخار ولكن واضح ان فيه تغيير كبير في قواعد اللعبة مع ايران وحاجة مهمة برضو الضربات اللي حصلت على الحسيين امبارش بالليل او الفجر النهاردة بالاضافة الى التصعيد واهم الحاجات اللي حصلة في الجنوب اللبناني اول حاجة الدكتور المسؤول عن تشريح جثمان يحيى السنوار الله يرحمه اتكلم وقال ان احنا لما شرحنا الجثمان لانهما طبعا خدوا الجثمان بتاعه على اسرائيل هناك ومن الواضح كده انه هما بيتفاوضوا او عايزين يتفاوضوا في ما بين الجثمان وما بين الرهائن اللي موجودين وموضوع الرهائن ده مهم جدا برضو فهو قال ان يحيى السنوار الحقيقة انه ما تضربش او ما تقتلش او يقصتش ده الله يرحمه لكن احنا نقول بالكلام انه ما تقتلش نتيجة الدبابة او نتيجة الصاروخ هو في الاول تمت اصابته اصابة كبيرة من شازية بقى من كنبيلة من مدفعية لكن الاول حصلت له اصابة من شازية هلعة تعابده والاصابة دي بقى جات في ايديه فهو حسب التشريح انه هو مسك سلك وحاول انه هو يربط ايديه علشان ما تدخلها شي تماما ولكن السلك ما كانش ماتين بالشكل الكافي او الربطة اللي عملها ما كانتش كافية بانه هي تقدر تحافظ على دراعه لان دراعه كان شبه مبتور وبالتالي هو فضل لكن اللي قتلوا تحديدا رصاصة ضربت في رأسه واحد من الجنود الاسرائيليين هو اللي اطلق عليه النار وهما ما وضحوش تحرد تحديدا يعني في مقال في نيويورك تايمز اللي امام حضراتكم ده هما بيتكلموا ما حددوش تحديق يعني مماش عارفين البندقية كان نوعها ايه بس بيقولوا ان في نيويورك تايمز هنا ان وقتا ما حصل الضرب ده اللي استوشد معاه وتقتل ابن اخوه ابن اخوه السنوار وما حددوش ان يأخ فيه ولكن هما قالوا ان ابن اخوه السنوار هو برضو من اللي استوشد معاه بس هو كان السنوار انفصل عنهم ساعة الاحتدام الكتال وعثروا معاه على وثائق مهمة جدا تخص حماس وتخص وضع حماس في الفترة اللي جاية اذا عندنا واضح كده ان على فكرة يعني الشكل بتاعه يحيى السنوار وهو على الكنبة وهو بالدلثيمة اصبحت صورة شهيرة كايكونة للمقاومة حتى في نيويورك تايمز نفسهم وهم بيتكلموا عن يحيا السنوار هما طبعا ما يقدروش ان هما يحاولوا يطلعوا منه انه هو بطل او اي حاجة خالص ولكن هما قالوا كلمة قالوا انه قاتل ببسالة لاخر لحظة والكلمة دي انا وقفت عندها واستغربت فعلا ان الكاتب كان بالنسبة للوبي بره وللصحيفة انه جريء علشان يقول الكلمة دي ده بالنسبة ليحيا السنوار اللي موجودين من حركة حماس واللي موجودين في حماس واللي موجودين في غزة من المقاومة فالواضح ان الارض حماس قالت احنا مش هنسلم الرهائن دي كلام ده حماس اعترفت خلاص رسميا بمقتل واستشاد يحيا السنوار وهما قالوا احنا مش هنطلع الرهائن بتوعنا غير لما الحرب دي تتوقف وهو الواضح ان اصلا مش فارق عند بين يميننا التانية ده هو دلوقتي تلقى بيقول بركة يا جامع هو ما يعرفش الجامع بس اصد هو فرحان بكده وهو حيطبقوا القاعدة اللي هي نظرية الجنرالات او خطط الجنرالات اللي هم عايزينها اللي هي حيفضلوا موجودين عسكريا داخل غزة وحضراتكم وبكرة نشوف اسرائيل لن تطرق ابدا لغزة كده وتاخد بعضها وتمشي هم الخطط الاستعمارية اللي هم عايزينها عايزين يطبقوها فكرة انه هم يمشوا علشان بعد كده المقاومة تتكون من جديد وتبدأ من جديد لا هم هيعودوا كده بتحوالي في تقديري الشخصي بتحوالي خمس سنين ان ما زادت شي لغاية ما يتأكدوا تماما انه ظاهريا يعني هيشوفوا انه مفيش مقاومة لكن مقاومة تفضل موجود عشان ما حدش شيفهم كلامي غلط لكن هم من وجهة نظرهم ده اللي هم عايزينه فاذا فكرة الرؤائن دي بالنسبة لنيتنياو لا تعنيه لكن حماس قالت احنا مش هندي الاسرائيليين الرؤائن الموجودين غير بانتهاء الحرب تماما طيب ايه بقى بالنسبة لايران وتغيير كواحد اللعبة من اسرائيل قبل كده جات اسرائيل وقالت خلاص احنا سمعنا كلام امريكا ومش هنضرب منشآت نووية ولا هنضرب منشآت نفطية وانا قلت لحضراتكم مبارح كان لسه الكلام ده مبارح قلتلكم يا جماعة الكلام ده انا مش مصدقوا لان النهاردة اسرائيل في فرصة ذهبية كبيرة بل ان اسرائيل عايزة تعمل على شل النظام الايراني كاملة اسرائيل وامريكا بيعدوا على ان هم يرجعوا مثلا رضب اهلاوي وعمالين بيلمعوا في اسرائيل بتستعد انها تغير في المنطقة وعايزة تعمل تغيير هي وامريكا ففكرة ان اسرائيل مش هتضرب منشآت النووية دي انا استبعدا لان انا شايف ان هم حيعملوا كده والمنشآت النفطية دي ربط كلام طلع وزير الطاقة الاسرائيلي بيكلم لموقع والع الاسرائيلي وقال ان موضوع ضرب منشآت النووية ده وارد جدا جدا كل الاحتمالات مفتوحة واتكلم طبعا بعنجاهية وقال على فكرة احنا كل الضرب من ساعة سبعة اكتوبر لحد النهاردة ما استقدم نشغل عشرة في المية بس من قوتنا واحنا نقدر نطول اي حد طبعا الكلام ده كدب في كدب تماما يعني ايه ما استغلتش عشرة في المية من قوتك انتو اساسا الاسرائيليين تبقى ليه الصحف امامكم اهو حضراتكم الاسرائيليين حصلين من حصلت من امريكا فقط على سبعتاشر ونص مليار دولار مجموع من الاسلحة والزخيرة قزائف وقنابل بانكر باستر خادتها من امريكا ده بالاضافة غير السبعتاشر ونص مليار دولار اربعة ونص او اربعة وستة من عشرة مليار دولار دعم عسكري من امريكا بانها بقى ايه تضرب على الفثيين تضرب باعث دفعات جوية استخدامات اقمر صناعية جواسيس وعملا لها علشان يسخروهم لاسرائيل يعني لما بدكلم في السبعتاشر ونص واربعة ونص يعني تقريبا اتنين وعشرين مليار الاجمالي اللي امريكا دعمت باسرائيل ويجي طلعوا يقولك اه 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 ده معرفش هو ده ابن بقى شو لك وهي الوان لا ده بس لا تقريبا لا يقولك ان احنا ما استخدمناش غير عشرة في المية الكلام ده كده وطبقا للصحب بتاعتهم امامكم اه في جورزالين بوست وهي اصلا ميزانية وزارة الدفاع عندهم حسب المعلن من عندهم عشرين مليار دولار هو واضح جدا ان كانت واخداء الجلالة وعاشت دور الخلاصة يعني اللي عايزة اقولها لحضراتكم من الكلام ده ان اسرائيل هتضرب ايران واسرائيل عايزة مش هتوجه ضربات عادية لايران لا هتوجه ضربات قوية جدا ضربات فعلا هيكون لها تأثير في المنطقة رد الفعل الايراني ما نعرفش هيكون قوي لقد ايه ولا هتقدر اسرائيل انها تشل تماما كل القدرات الايرانية بس انا في تصوري ان اسرائيل مش هتقدر انها تشل كل قدرات ايران ايران عاملة حسابها لكل حاجة في تصوري ان الرد الايراني هيكون قوي جدا علشان كده اسرائيل النهاردة طلبة من امريكا عايزة بطاريات ثاد تاني غير اللي راح اطلقها الصواريخ ثاد اللي كانت امريكا وديتها على وجه السرعة بالاطقم الامريكية الى اسرائيل علشان تحملها السمع بتاعتها من السواريخ الباليستية الايرانية طيب هل الموضوع هيكتصر بكده لا كل حاجة وليها رد فعل وكل حاجة حضراتكم وبيبقى لها حاجة النهاردة امريكا وبريطانيا بعد ما وجهوا اول امبارح خمستاشر ضربة على اليمن لسه برضو النهاردة فجرا اهو امام حضراتكم وهي امريكا وبريطانيا برضو بيضربوا حسب تعبيرهم مخازن اسلحة وزخيرة على ما كان في الحديدة وكل الحب والتحية الكبيرة الى الشعب اليمني الشعويق علشان هو بيفتكروا ان انا بقى لجمعنا بقى لحضراتكم الاخبار مش معنى كلامي ده ان انا فرحان عشان بعض بيزعل ويقول انت بتجيب الاخبار دين انا بجيب من امام حضراتكم وهي انبارح او النهاردة فجرا امريكا وبريطانيا برضو ضربوا على الحديدة ليه ليش معنا مكسفين الضربات رغم ان اليمن مش مكسفها ضربة على السفن اه في بداية عملية طفان الاقصى والفترة طويلة قعدت تتكسف ضربات على مجموعة من السفن اللي تبعها لبريطانيا واللي تبعها لاسرائيل بس الفترة الحالية شمعنا حجم الضربات على اليمن والحثيين اكبر علشان يشلوا تماما من وجهة نظر الامريكان اي رد فعل ايراني رد الفعل الايراني مش لازم يبقى من ايران رد الفعل الايراني ممكن من اليمن من الحديدة فهم النهاردة عايزين يتطمنوا ان الضربات اللي حتبقى على ايران لها يحصل لها رد فعل من ناحية اليمن ولا هيحصل لها رد فعل من ناحية الجنوب اللبناني وبالنسبة لجنوب لبنان اوعى تفتكروا ان الحرب وقفت ولا الضرب وقفت لازالت اسرائيل بتقصف اماكن مختلفة واسرائيل بتستعرض انها بتوري مخازن اسلحة وزخيرة وبتقول دي خاصة بالجنوب بحزب الله والنهاردة صباحا النهاردة اللي هو يوم السبت تسعتاشر من اكتوبر اعلنت حزب الله ان هي قصفت تجمعات للجنود في اكتر من مكان في الشمال الاسرائيلي بصليات سواريخ اكتر من مكان مش مكان واحد زي مستعمارة افيفيم زي مستعمارة الملكية بعض المستعمارات اللي هي تبعة للاراضي الفلسطينية المحتلة يبقى كده حضراتكم خلاصة القول النهاردة يحيى السنوار رغم استشهاده ورغم موته لازال حد النهاردة هو حديث الصحف العالمية روسيا تحدست وقالت ان حتى تغيير او مقتل يحيى السنوار لن يغير في الامر شيء حييجي بديل اخر اليه النهاردة اسرائيل بتستعد دهية وامريكا برعاية امريكية كاملة انها هتونجه ضربات كبرى الى ايران برعاية وحماية امريكية وبيبدأوا دلوقتي ان هما بيدربوا الاماكن اللي حيتوقعوا منها رد الفعل بعد الضرب لايران الفترة اللي جاية وحضراتكم فتكروا كويس اوي الكلام ده هتحصل تغيرات كبيرة في المنطقة والفترة اللي جاية زعزعت الاستقرار في المنطقة وفي العالم هتبقى كبيرة احتمالية حرب اوكليمية ودخول اطراف بشكل مفاجئ ممكن هتحصل احتمالية حرب في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ممكن هتحصل احتمالية ان الصين تدخل على تايوان عسكريا هتمكن تحصل احتمالية ان يحصل ضرب نووي ما بين في الحرب الروسية الاوكرانية وارد تحصل احنا حاليا فعلا في اوضاع غير مستقرة نهائيا بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو ويا ريت الناس اللي بتنسى بالدعم باللايك ما تنسوش ولو اول مرة تشوفني اهلا وسهلا بيك تشرف واتنور بالاشتراك في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة